من يمكنكم أن نزيد ونحن ندري في 2023 ونزيد. ونحن يحترمون لذلك 20% اللي يقولون. ونحن يكونون غير غادلين ونزيدون مستقبل ونواقبون شد شيقاء. يكونون مفرطة في الأعداد. إيمان أيس بن عمرو رئيسة مجلس طلبة الصيدلة بالريباط وعضوة في اللجنة الوطنية الطلبة الثبطب الأسنان. يتم معقدة الوصحفية من أجل توضيح المطالب العليقة في ملفين المطلبي. المشترك بين الشعبتين على الرغم من أنه كانت نقاط التي تفصلوا شعبت طبعا شعبت الصيدالة وتصحيح بعض المغالطات التي يتم ترويج لها مثلا بالإحنا هي كانوا منعوا الطلبة من الدخول وكان نرهبوهم وكان ديروا وكان ديروا هذا شيء لا أساس له من الصحة لأن هذا الإضراب وهذا المقاطعة المفتوحة جاءت بعد تصويت بنسبة فوق 99% لتقريبا تقريبا 100% وقاعد طلبة كانوا موافقين قاعد طلبة والطالبات كانوا موافقين على هذه المقاطعة المفتوحة اليوم أنا كممثلة شعبت الصيدالة بغيت نقول للرأي العام باللي احنا ما عندناش سيزون ساتون احنا يا شعبت صيدالة على حيضة عندنا مطالب مشتركة بين الشعبتين ولكن كان مطالب خاصة بيننا احنا يا كان قراو ديجا سيزون ما كان ندلوش على سيزون ساتون احنا عندنا بزاف ديال المطالب وبزاف ديال التغارات في الفورمسيون ديالنا احنا عندنا واحد الاكتضاد مو هويل واحد الاكتضاد الذي لا يمكنه وصفه هاد الاكتضاد لا قدر الله ديال زوحة سنين اربع سنين قدر يدي البيطالة هاتولي تقرأ ست سنين كفاغماسيان وفي الخر غد تواجه الشوماج لانه هاد الاكتضاد عمره كان مواكب وعمره كان مبرر وعشوائي جدا لانه لا خاصة في الصيادلة الصيادلة ما عنده مش خاصة هاد الشي من جهة من جهة اخرى من جهة اخرى كانوا بزاف ديال الهضراء البارح شفتوا التعليق ديال الوزير قال ليك بالليل صيادلة في الطريق اي طريق اطريق التهميش والهلاك اشي ما عشفناش حيتاش حنيفاش كنقلسوا معام على طاولة الحوار نطلبوا الحوار الجدي والفعال ولكن ما كانت لقاوش كان لقاو فقط مجموعة من المهم القمع والاستصغار والاستادية ما كان يجيوش عندنا بهدفي حل المشكل وانما بهدفي الترهيب باش نتراجعوا لهذا الشي وحنا ياعمرنا نتراجعوا لهذا الشي لا يزيدوا الساحة الطلابية الا احتقانا اخر مرة في اجتماع للصيدراء رفضوا تحرير واحد المحضر ديال الاجتماع باش نوصلوا ذاك الشي بكتابه وبأمانه قالوا لنا وصلوه شفويا فاش وصلناه شفويا طالبة قالوا لك لا تقت الا في الوثيقة وان دل على شيء فسيدل هادشي كيدل على الإيمان بعدالة القضية وبان النصر قريب ان شاء الله وشكرا السلام عليكم معكم عماد حميد دين رئيس مكسب طلبة للطب بالطنجة وعضو باللجنة الوطنية لطلبة للطب بالاسنان والصيدلة بالمغرب اليوم احنا في ندوة صحفية ردا على التصعيد لنهجاته الوزارة مؤخران وعلى المغالطات اللي خرجوا واللي خرجوا الرأي العام ندوة صحفية اللي كجي في اطار مسلسل نضالي اللي بدأ من كتر من شهرين هادي باضراب مفتوح ومقاطعة شاملة لجميع الانتحانات بنسبة مئة في المئة من في جميع الكليات العمومية وديل طب بالمغرب ندوة صحفية ايضا كتأتيب تعريف المطالب ديالنا تعريف المطالب ديالنا اللي اغلب ديال الناس دابا عارفينها طلبة في المغرب بغاو طلبة ديال الطب ودصيدة طلبة في المغرب بغاو جودة تكوين بغاو يقراو بغاو واحد الوضوح بغاو يعرفوا ديالستمائة ساعة ديال السنة السابعة والكتر ديال تداريب اللي ستشفائي اللي غادي تنقص شو المصير دياله وعليش هتنقص ورافضينها رفضينها رفض التعام حناية كطلبة ديال الطب كان عاودوا نأكدوا انه جميع الطلبة رافضين القرار ديالتقليص ديالمدة التكوين دون انه يكون واحد الوضوح في السلك التالي دون انه يكون واحد الوضوح في التخصص ديال طب الأسرة الليوما كان عاودوا نأكدوا انه الغرض من النضال ديالنا ماشي هو باش نهاجره هذا تضليل وستضليل كبير حيجاش طالب ديال طيب يقدر يهاجر في أي وقيتها بفصل الدراسة دياله ويقدر يهاجر ولكن من بعد حناية الغرض ديالنا اللي كنا ديني واحد الوضوح رواع لجودة التكوين وجودة التكوين اللي كانت تنعاكس مباشرة على ساحات المواطن المغربي فكيفاش كنقولوا انه مايمكنش الطالب ديالليوم انه يناضل عجودة التكوين ولكن يناضل عجودة التكوين حيجاش بغي يهاجر يعني المواطن المغربي مايستهلش مواطن المغربي واش انهو مايستهلش واحد طبيب كفع واحد طبيب اللي قادر يداوي الى ماقدرناش نخرجوا اليوم طبيب مغربي قادر انه اوهلا عندو واحد معايير دولية يقدر يداوي بها في الدول الاوروبية والاسيوية يعني بالتأكيد المواطنين المغربين لا يستطيع الداوي نحن لا نريد أن نخرج أطباء و أرقام نريد أن نخرج أطباء الذين يستطيع الداوي المواطنين المغربين حيث يسهلوا طبيب طبيب البلان عائر الدولية و نعود أن أكدوا أن الحل هذا الشيء ليس غلق باب الحوار الحل هو أننا و ندعي الحناية للجنال الوطنية من دائما نقلسه على طاويلة الحوار نريد أن نلقى حل هذه المشكلة نريد رؤية واضحة و يجب أن نستجب المطالب المشروعة و الديل طلابة و الديل طلابة يسهلوا و الحل ليس هذا عندك كثير من 20 ألف طالب داخل في إدراب مفتوح و عندك كثير من 20 ألف طالب و ما دخلش للانتحانة و أشان عدوله الطلابة يسهلوا أصفار هذا ليس حل منطقي و هذا ليس حل يدعي أن نحلول الأزمة هذه أزمة تكوين طبيب في المغرب أو أشوك موسيقى 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 موسيقى